اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هي جاء تباركو لحقا اني نسيتها المهم ما غسلتاش خلي غدو ان شاء الله عندي غسيل نغسل المهم هنا يا جوزتنا الشفا خفيفة على الحالة بالنسبة هنا لبنات اللي قالوا لي نعتيناش عمرة البنات ولا ما نعتيناش وشو وقتنا راح نعتيها لكم طبعانا لبنات كيما كنت انا نستفاد من اخوات واحد وخرين لاني لو كنت اظل نبش نبش بنلقى حاجة مليحة لازمني ثانية نفيدكم باذني الله ولكن مش يذرق غير راهي غير الماء بلا ركبناه والماطلات محطوطين يعني ما زالتاني نفتحها تروح لها الريحة هذيك يعني ما زال ما مشوا يستعملوا فيها نشري لهم الكوفاقت نشري لهم طاب بي مليح ما زالني البيرو ما طلعت لهم شرح نطلع لهم بيرو رانين مزالة نعتي الصبر شوي ان شاء الله يعني تكون حاجة مليحة وانا عتالكم تستفادوا على مرة هنا بعد ما كملتها لبنات السياق عشانكم ارجعت للمطلعتها طيبته واش نحكي لكم يا لبنات واحدة المطلع والله تقول يا راني ناكل في الشواء تشاهيتوا ما تتثوروش كيفه جاني خفي فريشا انا تغديت بي هاكذاك مستنيت الغداء طيب موالو مباشرة منطاجين هو سخون يهبل والله قرصتك لها نورمال شوية شفقت على راح يبركي اعتراني ريجيم كليت غير مورسوبك المهم هنا بعد ما سيقتوني شفت لي الحالة رجعت فرجت لي طاب بلي كنت نحيتهم تشمسوا هنا يكون شمس كل حاجة قلت لكم الجو كان هاي اللي الغسيل والله غاظتني عمر كي ما غصلتش هذك النار كل حتلي العين ما جاتش بكري يعني حتى ناصف النهار بها جات وكي ما تقشوا في الليل معاكم على بلكم ويشجيني تقريبا يعني من اللي رحلت ما جاتش هنا يا هاي لك سربيت لهم لغداء شريبة على الفريق ذك الله الله منع نعاب ذك الدبشة تهبل ما شاء الله ومع المطلوع حاجة سخونة المهم غديتهم ورجعت لهنا للصالون السالون يعني ما في حتى عجنقي ولكن قولكم انا كي ما جبت الغرفة على اللي ابنت ما عنديش فراح نحطها الضيق حطيتها هنا يا الموبل تحها هذك هنا على الطرف بتاع السالون حطيتهم ثم في الوقت يعني اللي ركبناها درت لي واحدة الريحة في السالون هكم تعرفوا ريحة الصبغة والموبل كيفه يديره هنا يا قلت لازمتني انهويه يعني نقيه بيان عطره وانهويه بذيت هنا يا بالميدا هذي مسحت لها زجاجتها حثاني في مي بيان بزاف اي حاجة تحطيها تقعد ثم نقطة علما تقعد ثم واللي للطبي هذا مقدرتش ننفضه مستحيل البنت المرأة تنفضه من البالكو ثقيل 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 واللي تكونت نحكي مع راجل يقوت له وبيلك رح ترجع لي فن دهما كي ما شريته ثقيل هكذا واللي تعقبت علي هلا سبيراتور مليح يعني هو رغم فيه حتى حاجة المهم نحيط له غير اللي على الوجه حطيته يتشمس روليته حطيته يتشمس وجيت له هنالفاتي ثاني جوس علي هلا سبيراتور به نحيله يعني كشفته هات والله ما هناش ندخلو ليه قوت لكم غير للضيوف برك ولكن اكم تعرفوا اللي بناءة الغبرة تلقيها في كل كوانات هنيا عقبت هاملك اللي كوان هذو مليح هلا سبيراتور ارجعتو كي ما كان هنيا اقبت لكم هذو المقاعد يتنحى وشكون جاو يتنحى ونقدر ننفضهم نخرجهم يتشمسو ولكن الله غالب غل مخيض يتعو برك نحاولك هنا نظفتو هنالسي ناري سبيراتور شعلا يجي يجري ماما اعطيني نخمد معاك زعمى نخدم معاك هاي لك هنا وليت بالييت والابنات وبن الشافة برك جو بسعلي هنالشافة عطرتو بالامير صانيبو وبن الشافة حاجة مليحة انو عالي يعني هذك الفروطوار يتخلي ملتحت بكل سهولة هنالبنات انا النصيحة لاننصح لكم ما تكفرو شلماء و الكبان هذك تعلمي بزاف خاصة لن البلايس اللي فيهم بزاف الموبل الكوزينة عندكم الحق اللي كانت يعني ما فيهاش الموبل بزاف فالارضية تقدروا تسيقوها صباح وعشوعة ولكن لسالة وشامبر بزاف هنال يحافظوا عليهم بالنشافة تكفي خليوا تسيق هذك للضرورة برك هنالي هالك بعدما سيقتو هوتو مليحة لابنات انا من اللي فتحتو في وقت الظهر ما سكرتوش حتى للمغرب تقريبا قلت بها نتخلص من هذك الريحة كاملة هذي هي انا شبعتو حتى رجع لغلاس والله احتي اودي تحوش معي يا رجلي قالي وش بك كي يندبتي لو مش هوتي المهمانة يا العشوة لبنات العشا قعد لي صراحة قعدت لي شربة فريك وكانت عندي وجبة من نهار من قبل ثانية قعدت لي قلت يعني لم مش كاين ولكن قلت نديلهم تحلية وفي نفس الوقت نشاركها معاكم اللي هي لمحل بالجزائر المعروف صراحة انا كانت بارتاجته ببنت عمي في الفيسبوك وفكرتني فيه حتى انا نجته يعني تخفت عليه قلت نديره بما انه يعني غبرة الارز كانت عندي قدرت هنا لبنات سبع كيلات تاع الحليب مع كيلة تاع الارز المرحية غبرة الارز مع كيلة تاع السكر مع اربع ملايق كبيرة من ماء الظهر ولماء الورد كما تحبوه حركوهم لي وحطوه على النار وبقى وتحركو حتى يثقلكم الابنات بمجرد تشوفوا الفقاعات هذيك دارت تخليوا واحد دقيقة وانتو ما تحركوا فيه ونحيوه شوفوا القوام بتاعه مش رح يرجع كما الكريمة يعني ثقيل بزاف يعني جوز حجق لي لبرك هنا الاكواب يكونوا وجدين وراح نصب انا استعملت هذ القوالب استعملوا اي اكواب عندكم الابناز مش يضروريين هذو انا كانوني على ظهر بركان استعملتهم والتزيين هنا يبقى لكم اختي هاري انا كان عندي شوية تاع الجوز كنت زوج اكواب او زوج قوالب بدرت لهم الجوز على الطرف وزوج قوالب بدرت لهم غير حبيبا 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 اكذا في الكوان والزوج القوالب الاخرين درت لهم القرفة لتزيين الاصلي تاع المحلبي اللي نعرفه ناكي اللي ميشتيش الطعم تاع القرفة تقدروا تعوضوه باي مكسرات عندكم كوكاو بلوز حتى نواد كوكو انتمو وشكان متوجد عندكم في الدعاء المهم هذي هي الوصفة تاعنا لبنات اللي كانت لمحلبي درتها لهم للصهرة هي توجد بالخف يعني ليه ليه السهرة في طريقة التحضير في طريقة التحضير عفوا وحتى انها تبرد بسرعة القوامتها رح يكون كريمية لبنات شوفوا كيفه مجيكمش متماسكة هذي هي الوصفة تاعنا لنهار يوم وهذا هو الفيديو تاعنا نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا لبنات سلام ترجمة نانسي قنقر